نوقى دائما في أشياء نياسيسية حزبيا دائما أعلن الأمين العام للأفلان أبو الفاضل بعجي عن مشاركة الحزب العتيد في تشريعية الثاني عشر جوان القادم متعاهدا خلال اجتماعين مع أمنائي المحافظات بأن القوائم الانتخابية ستخضع للضبط من قبل الحزب ولن تتضمن أبدا متورطون في قضايا الفساد مشيرا إلى أن الأفلان سيضع في صفوف الأولى الشباب وذوي الكفاءات وكذلك أصحاب الاستقامة ونظافة اليد التقطية كانت لإيمان طبيبا الانتخابات الشرعية القادمة تعد امتحادا مصيريا لحزب جبال تحيي الوطني لعدة اعتبارات لعل أهمها أن اختيار واقتراح المترشحين سيعود هذه المرة إلى هياك الحزب بعد أن اعتاد المناظرون على ممارسات فوقية وإملاءات حولت العمل الانتخابي إلى ترقيات إدارية واجتماعية لأشخاص من خارج الحزب وأعلنها أمامكم مرة أخرى لن يكون في قوائم حزب جبال تحيي الوطني مستقبلا من فيه شبهة الفساد وليتقدم باسمه من تحو حوله الشبهات بل لا بد أن يكون مناظرون ومرشحون مثال الاستقامة والنزاهة ونظافة اليد ترجمة نانسي قنقر